يقول أعضاء الجرحى في جيش تيغراي السابقون أن شعب تيغراي يستحقون العدالة والتعويض المناسب إذا كانت كل التضحيات التي تم تقديمها هي أن تؤتي ثمارها يجب أن تكون هناك مساءلة عن الإبادة الجماعية التي ارتكبت في تيغراي على العقل يجب على الجنات الذين ارتكبوا العنف الجنسي والإعدام بإجراءات موجزة في الأسواق وفي أي مكان آخر أن يواجهوا محاكمة قانونية أكالي يقولي لوك تسير اللزول اللي سعد أنا شخصيا كمقاتل من أجل الحرية يمكن أن أشعر بألم فقدان ساقي لأن أسئلة شعبي لم تتم الإجابة عليها بعد نحتاج للتأكد من سلامة أهالينا والمجتمع للحصول على الرضا الأخلاقي ومع ذلك لا تظهر الحكومة أي اهتمام بشأن هذه القضية ارتكبت الفضائع التي لا توصف على أمهاتنا ومع ذلك يمكن أن نقول أن تضحياتنا مثمرة طالما أن صفقة السلام الموقع يتم تنفيذها بالكامل على الأرض نحن نأيج التقدم الذي أحرزته حكومتنا ويجب أن يحصل شعبنا على تعويض كامل وأضاف المقاتلون السابقون أيضا أنه يجب على الجيش الإلتري الانسحاب من أراضي تقراي من أجل حماية سيادة البلاد يجب على القوات الغازية الإلتريية أن تنسحب من أراضي تقراي بالكامل وفقا لاتفاقية السلام يجب أن يحصل الناس على تعويض والعودة إلى الحياة الطبيعية عندما نقول أنه ينبغي تحقيق العدالة فإننا لا نطالب فقط بمسائلة الجناع بل نطالب أيضا باستعادة أراضينا المقطوعة بالكامل قاتلنا القوات الغازية لحماية شعبنا من المعاناة والعبودية وبالتالي يجب تعويض شعبنا والعودة إلى الحياة الطبيعية خطوة بخطوة ومع ذلك لا أحد يهتم بالنازحين في غرب تقراي لأنهم يبكون في كل مكان هنا في مقلة نحن حاربنا من أجل حصول على العدالة والسلام في المقام الأول ومن ثم نحن نطالب الآن بالتعويض لشعب تقراي والعودة إلى الحياة الطبيعية كما أكدوا أنه يجب تعويض المقاتلين السابقين بشكل صحيح من أجل عادة الاندماج مع المجتمع والعودة إلى حياتهم الطبيعية لا نرغف في البقاء هنا نود الحصول على تعويض مناسب للعودة إلى المنزل والعمل بجد لرعاية أنفسنا نحن بحاجة إلى المساعدة من الحكومة مثل الدعم المعنوي والدورات التدريبية والمساعدات المالية وبالتالي ينبغل الحكومة أن تساعدنا في آداء وظائفنا في مناطقنا ويجب أن تساعدنا الحكومة جميعا في استعادة حياتنا الطبيعية ولم الشمل مع مجتمعنا انضممنا إلى الجيش لأنه كان لا مفر منه كنت عضوا في الشرطة الفيدرالية قبل اندلاع الحرب ومع ذلك لم أحصل على راتبي وما زلت لا أفهم لماذا ترجمة نانسي قنقر